السلام عليكم ورحمة الله اليوم نتحدث عن الخصائص العامة لصعوبات التعلم وعندنا احنا أربع خصائص أساسية لصعوبات التعلم وهي الخصائص المعرفية رقم واحد والخصائص اللغوية رقم اثنين والخصائص الحركية رقم تلاتة وآخر حاجة عندنا الخصائص السلوكية والاجتماعية طيب خلينا نتكلم الأول عن الخصائص المعرفية الخصائص المعرفية الخاصة بصوابات التعلم في انخفاض بس انخفاض في ايه؟ انخفاض في المهارات الأكاديمية وعايزين نفهم الحتة دي ما قال ليه زي العاقة العقلية قبل كده ان انخفاض في الكدرات العقلية العامة لا هنا الخصائص المعرفية انخفاض في الأداء بشكل وضع في المهارات الأكاديمية وكلمنا عن المهارات الأكاديمية قلنا قبل كده الكراءة والكتابة والحساب المهارات الأساسية الخاصة بعملية التعليم والتعلم طيب يبقى صعبات التعلم عندهم مشكلات في الجانب ده طيب كمان عندنا رقم اتنين وهي الخصائص اللغوية والخصائص اللغوية في حالات من زي صعبات التعلم بيكون عندهم مشكلات في اللغة وخصوصا في اللغة الاستقبالية واللغة التعبيرية كل شخص مننا عنده لغة تعبيرية بيعبر بيها عن ما بيداخله او بيتفاعل بها مع المجتمع وعشان يكون عندك لغة تعبيرية لازم يكون عندك لغة استقبالية تفهم اللي بيتقال وتتفاعل ايه معاه اللغة الاستقبالية معناها ايه القدرة على استقبال وفهم اللغة استقبل وافهم اللغة اما اللغة التعبيرية القدرة على التعبير عن الذات نفذية طيب كمان عندنا الاطفال زاوي صعوبات التعلم في بعض الاحيان بيكون عندهم مشكلات في ايه القراءة الخاصة بعملية الكلام او مشكلات خاصة في الكلام طيب تلاتة الخصائص الحركية الخصائص الحركية صعوبات التعلم عندهم مشكلات في الجانب الحركي اذا كان في الحركات الكبيرة او الحركات الدقيقة او مهارات الادراك الحركي وفي نظريات كتير فصرت ان الصعوبات التعلم عندهم مشكلات خاصة بايه بالمهارات الحركية طيب حد يقول هي يا دكتور مهارات او الحركات الكبيرة والحركات الدقيقة طيب لو في مشكلة في المهارات الحركية الكبيرة ممكن تكون زي التوازن العام المشكلات الخاصة بحركة الجسم جميل طيب اما المشكلات الخاصة بالمهارات او مشكلات الحركات الدقيقة مثلا بتكون على استخدام الالم في الكتابة في باسم استخدام المقص الاشياء الخاصة بالمهارات الحركية الدقيقة موسيقى